أمهل مجلس النواب رئيس الوزراء حيدر العبادي ثلاثة أيام تنتهي الخميسة المقبل لتقديم التشكيلة الوزرية الجديدة من التكنقراط والمستقلين في وقت صعد فيه زعيم التير الصدري مقتضى الصدر حركته الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والإصلاح حدة الخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة في العراق بدأت بالتحرك سعودا على خلفية التعديلات الحكومية المزمعة ما ينظر بتفكك المنظومة السياسية المتهمة بالفساد والفشل في ظل المظاهرات التي تتجدد كل جمعة بدفع من التيار الصدري والمدني خصوصا أن خيم الاعتصام باتت عند أبواب المنطقة الخضراء وصراع المهل يهدد استمرار الحكومة بشكلها حالي بأغلبية كبيرة منح مجلس النواب رئيس الوزراء حيدر العبادي مهلة لمدة ثلاثة أيام لتقديم التشكيلة الوزارية الجديدة تتكون من المستقلين والتكنقراط تنتهي الخميسة المقبل وإلا فإن رئيس الوزراء سيخضع للاستجواب واشنطن وطهران لا تبدوان بعيدتين عن المشهد الدرامي للسياسة العراقية وحاولتا رأب الصدع ونفخ الروح في العملية السياسية وترميم الخلافات داخل التحالف الوطني الذي بدأ متباعدا في رؤيته لطروحات حيدر العبادي مخافة انهيار الحكومة في بغداد وربما الاقتتال الداخلي الأمر الذي يصب في مصلحة تنظيم داعش بحسب المراقبين خصوصا أن الانقسامات امتدت إلى ميليشيا الحجد الشعبي التي تتبع الأحزاب والكتل السياسية مصادر صحفية أشارت إلى أن التحالف الوطني وافق على تغيير خمسة وزراء في حكومة العبادي وهي النقل والصحة والعدل والموارد المائية والتعليم بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات مع التحالف الكردستاني والكتل الأخرى للاتفاق على مصير الوزارات التي يتولون إدارتها الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل وخلال جلسة استثنائية للبرلمان سيقدم حيذر العبادي تشكيلته الحكومية ولا يبدو ذلك متاحا في ظل تصعيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحملته ضد الحكومة خصوصا بعد أن اعتصم داخل المنطقة الخضراء بانتظار الإصلاح الجوهري الشامل على حد وصفه في وقت تصر فيه كتلة التحالف الكردستاني على منحها نسبة العشرين بالمئة من التشكيلة الوزارية ويعارض فيه اتحاد القوى أي انتقائية في التغيير هذه الآليات التي طرحت من قبل السيد رئيس فجلس الوزراء وسيأتي بآلية ممكن